فخلينا نبتدي بالنبوة الأولى من سفر إشعياء النبي الإصحاح السابع والآية 14 في هذه الآية أحبائي النبي بيطلب من الملك أحاز أحاز كان يعتبر ملك شرير قال لا أطلب ولا أجرب قال له عمق طلبك ورفعه إلى فوق مش عاوز يطلب ولا يجرب مع أنه كان توبيخ النبي لهذا الملك أنه كان يذهب إلى العرفين وبيستشير إلى العرفين في آية 19 من إصحاحة 8 وإذا قالوا لكم أطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرفين المشقشقين والهامسين ألا يسأل شعب إلهه أيسأل الموت لأجل الأحياء إلى الشريعة إلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر حاول يعمل نفسه متدين أحاز الملك الشرير اللي ارتكب فضائع وفحشاء ضد الله وحد من الخطايا أنه عبر أبنه أجازه في النار للإله مولوك إله الكنعانيين وإله العمنيين فالنبي الشعياء يقول له طيب أنت مش عاوز الرب نفسه هو اللي رح يعطيك الآية ففي إصحاح سبعة والآية 14 مكتوب ولكن يعطيكم السيد نفسه آية شو هي الآية؟ هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نؤيل وطبعا في العهد الجديد الذي تفسيره الله معنا في الإصحاح التامن أحبائي بيتكلم عن هذا الاسم عم نؤيل يقول في آية 8 وينضفق إلى يهودة يفيض ويعبر يبلغ العنق ويكون بسط جناحيه ملأ عرض بلادك يا عم نؤيل وفي آخر آية يقول تشاوروا مشورة فطبطل تكلموا كلمة فلا تقوم لأن الله معنا لأن الله معنا وهذا التفسير اللي تكلم عنه البشير متى في الإصحاح الأول والآية 21 أحباء الإصحاح الأول من آية 21 بيتكلم تتميم لهذه النبوة لاحظ الكلام يقول في آية قبل 21 يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا كله لاحظ الكلام وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء وهون يستخدم من الترجم السبعينية بارثنوس باتول يعني الكلمة في العبرة في العهد القديم علماء يعني شاب عذراء هو العذراء البتول تحبل وتلد ابنا ويدعونا اسمه عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا فلاحظ هذه الآية واحدة من الآيات المهمة جدا احنا نتكلم كيف اثبتت نبوات ميلاد المسيح لهوت المسيح عم نؤيل الله معنا ولاحظ انه الولادة كانت من عذراء بقوة الروح القدس اشتركوا في القناة